قتل رجل وزوجته نتيجة انهيار مبنى من سبع الطوابق في مدينة سيدي جابر بمدينة الإسكندرية العقار المنهار كان خاليا من السكان بعد صدور قرار بإزالته باستثناء أسرة تتكون من ضابط جيش متقاعد وزوجته رفضا إخلاء العقار لعدم توفر مسكن بديل وشهدت الإسكندرية حوادث مماثلة هذا العام بينها انهيار مبنى من ثمانية طوابق في يناير الماضي أسفر عن مقتل 25 شخصا